أما طارق فوعاد مع موسى ابن نصير لكن هل ذهب معه إلى الحج هل عاد مرة سنية إلى بلاد المغرب هل عاد إلى الأندلس حقيقة ما وقفت عليه من كتب التاريخ لم تتتبع طارقا كما تتبعت موسى ابن نصير عليهم رحمة الله جميعا لكن فتح الأندلس لا شك أنه ينسب إلى هذين البطلين العظيمين في تاريخ الإسلام موسى ابن نصير يرحمه الله وطارق ابن زياد يرحمه